في الأثناء عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية مع عدد من القادة الأوروبيين بشأن الوضع في أوكرانيا بايدن أعلن في ختام القمة التوصل الى اتفاق تهم بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا كذلك أعلن البيت الأبيض عن مشاورات أمريكية أوروبية الأسبوع المقبل لنشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية تحسبا لتحرك روسيا عسكريا ضد أوكرانيا للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة مورمانسك شمال غرب أوكرانيا موفد روسيا عفوا موفد الشرقي لهناك أندري كورسانوب أندري بد أنهل من مستجدات في تطورات الموقف الروسي حيال الأزمة في أوكرانيا خصوصا بعد هذه القمم الافتراضية نعم ماكي تحيي تيبا طبعا الجانب الروسي ما زال متمسك بالمصارى التفاوضي وبإجراء المشاورات مع القوى الغربية لحل هذه الأزمة وكما تقول السلطات الروسية هي ليست جزء من هذا الصراع طبعا هذه المباحثات أو المشاورات التي ستكون عبر اتصالات هاتفية خلال الأيام المقبلة هي تعتبر بالنسبة لموسكو جزءا من المشاورات السابقة أو الجولات السابقة من الحوار المباشر بين الروسي والغرب حول الضمانات الأمنية وحول الخروج من المأزق فيما يتعلق بالوضع على الحدود طبعا هناك تفاؤل حذر كما يبدو من قبل السلطات الروسية حيال هذه الاتصالات وهذه المشاورات لكن خلال هذا الأسبوع كما أكد الجانب الروسي يعني الجانب الروسي ماذا لا ينتظر الرد المكتوب من قبل البلاد المتحدة يعني الرد الخطي على الضمانات الأمنية التي قدمتها البلاد نهاية العام الماضي وطبعا كما يقول الجانب الروسي المبحثات الجارية ستكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بالضمانات الأمنية والوضع على الحدود بعدما تتلقى الروسي على الخط المكتوب من قبل الولايات المتحدة أنت أندري في مكان الحدث اليوم دين مورمانس كروسية تحديدا حيث أجرت روسيا أو أنهت اختبارات كسحة جليد نووية حديثة وعلى علاوة إنجازون ربما فريد من نوع روسيا وعالميا هل من تفاصيل أوفى عن هذا الحدث وكسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية؟ طبعا يعني بنسبة لكسحات جليد نووية ونحن الآن يعني بالفعل مكي أمام كسحة جليد سيبيري وهي يعني كسحة جليد نووية متعددة الأغراض دخلت اليوم رسميا الخدمة في الأسطول النووي الروسي وقبل قليل كنا في مراسم علامتها هذه كسحة جليد سيبيري بعدما تم الرفع علم روسيا علامتها وطبعا هناك مهمات كثيرة ستكون لها كما كشف ديشيسلاف روكشا نائب رئيس شركة روس أتم وهي مسؤولة على الأسطول النووي الروسي من كسحات جليد كشف لنا في التصريحات للشرق أن المهمات القادمة لهذه كسحة جليد سيبيري ستركز على مصارين المصارى الأول هو طبعا دمان عمل الممر البحري الشمالي والمصارى الإضافي هو طبعا دمان عمل مشاريع لاستغراج النفط والغاز في مناطق الشمالي طبعا نحن الآن وبالمناسبة فريق الشرق يعني محطة عربية وأجنبية وحيدة في هذه التقضية وفي هذه المراسم وفي هذه الفعاليات هنا في مدينة مورمسك نحن الآن أمام ساعات تفصيلنا عن مغادرة كسحة جليد سيبيريا إلى المياه الطابعة للمحط المتجامل الشمالي وأول رحلتها طبعا هناك تفاصيل كثيرة حول اهتمام روسي كبير حول تطوير الممارة البحرية الشمالي وهناك مخططات لبناء كما كشفها مسؤولون في شركة روساطم لبناء كسحات جليد جديدة الآن مكي الأسطول الروسي النووي يتكاون من سبع كسحات جليد متطور وهي حديثة طبعا سيبيريا ضمن هذه القائمة نعم مكي أشكرك على كل هذه التفاصيل من مدينة مورمسك الروسية موفدة الشرق إلى هناك أشكرا للمشاهدة أشكرا للمشاهدة